فكل من أبلى بلاء حسن من أهل مصرات المجاهدة سواء من كان بسيفه وقتاله في الجبهة في سرط وفي غيرها أو من جاهد بماله وهم كثيرون من أغنياء مصرات وتجارها بذلوا أموال وأنفق أموال كثيرة أو جاهدوا بجهودهم القيمة في نصرة الحق والدعوة إليه ونشره وتنشيط المجاهدين ودعمهم بالعتاد والسلاح كل هذه أبواب من أبواب الجهاد كل من فعل ذلك فإن أجرهم عند الله تعالى عظيم عليهم أن يحتسبوه أما الذين يقومون بالحق الآن ويناصرونه ويتكلمون به جهارا بين المخذلين ويتعرضون للإساءة والإهانة والمذلة فأقول لهم هذه هدية هذه هدية تزف لكم فاقبلوها لأنها علامة على أنكم على الحق وأنكم ثابتون عليه وأنكم تؤيدون أمر الله وتنصرون دينه وأنكم على هديه لأن هذا ليس استثناء ما ترونه يا أهل الدعوة ويا أهل الحق ويا أهل الخير في مصراته وفي غيرها ويا علماء ليبيا ومن هم يساندون الحق أقول لهم ما تلاقونه من الظلمة ومن المخذلين ومن المفسدين ومن المجرمين هذا ليس استثناء بل هذا هو القاعدة لو أيتم ولم تؤذوا لشككتم أنكم ليسوا على الحق لأن هذه طريق الأنبياء وطريق المرسلين وطريق الصالحين ما وجد نبي ولا رسول أرسل إلى قومه إلا وأوذي أذى شديدا انظروا ماذا يقول القرآن عنهم يقول الكافرون عن الأنبياء ألقي الذكو عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وقالوا أساطير لو أكتتبها فيتمل عليه بكة وأصيلة ما هذا إلا ساحر ما هذا إلا مجنون ما هذا إلا كذا وإن لم يهتدوا به فسيقولوا هذا إفك قديم يعني آيات القرآن مملوءة بهذا فهذه بشارة للصالحين والخيرين ولمنهم على الطريق تدل على أنهم على طريق المستقيم وهذا من باب التمحيص والتثبيت حتى يتبين صدقهم وإيمانهم وحتى لا يتزحزحوا عن أماكنهم